أعلن قائد شرطة الاتحادية الفريق رأى الجودة اليوم تحرير حي الزنجيلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش فيما أدت المواجهات إلى مقتل العديد من المسلحين أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية استكمال تحرير حي الزنجيلي وقيامها بعملية تمشيط واسعة لإزالة الألغام وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رأى الجودة في بيان أن قوات الشرطة الاتحادية تستكمل تحرير حي الزنجيلي بالكامل وتشرع بعملية واسعة لإزالة الألغام والعبوات مؤكدا العثور على معمل كبير يحوي أجهزة حديثة لتصنيع قاذفات الصواريخ وكمية كبيرة من متفجرات الصواريخ وأضاف جودة أن القضاعات العسكرية تواصل إجلاء الأسر النازحة من الزنجيلي والشفاء ونقلها باتجاه المناطق الآمنة من جانبه قال قائد عمليات قادمونيا يننوى الفريق الركن عبدالأمير يار الله أن قضاعات فرقة المشهى الخامسة عشر استعادت قراءة استراتيجية غرب سلسل الجبال العطشان غربي الموصل ورفعت العلام العراقي عليها وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد أمس أنه وثق استخدام تنظيم داعش للمدنيين في غرب الموصل كذروع بشرية مشير إلى مقتل 231 مدنيا خلال محاولتهم الفرارة من غرب الموصل منذ 26 مايو الماضي ترجمة نانسي قنقر